اشتركوا في القناة الغارات الإسرائيلية خلطت الأوراق مجددا وتراجع معها الحديث عن التهديئة أكثر فأكثر لتطفو إلى الواجهة خيارات أصعب نذر تلك الاحتمالات عززها استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة نهارا مع إطلاق عشرات القذائف من القطاع على جنوب إسرائيل ليس دائما هناك درجة عالية من التحكم بمستوى النيران الأمر أيضا ينطبق على المقاومة مستوى طلاق الصواريخ ومداياتها مع الوقت يزداد شهدنا ولمسنا خلال الساعات الماضية كانت هناك صواريخ سقطت في بئر السبع بئر السبع كانت عنوان رسائل التهديد المصورة التي بعثت بها كتائب القسام إلى إسرائيل ويشكل وصول صواريخ حماس إليها حاليا اتساعا لدائرة النار محمد المشهراوي سكاينيوز عربية قطاع غزة محمد المشهراوي